في رأيه ده عبرت عنه كتير يعني على مدى السنين إنه إحنا في مصر عندنا تاريخ من الفرص الضائعة يعني بنوعد وقت طويل على ما نعمل الحاجة فكل ما نيجي نعمل الحاجة طبعاً فيه ناس في مصر هنا أخصائيين ودول بيبقوا في الجهاز البيروقراطي الإداري اللي هم البيروقراطية المصرية اللي تم بناءها على مدى السنين اللي هو كل ما تيجي تعمل حاجة يقول لك لا اوعى ما ينفعش ده كده حيبوز ده كده شكل وعش ده كده حابش عارف إيه سمعة مصر حياتنا البلد ما يتقربلاش اوعى فيه دايماً على مدى السنين ولقينا أشياء كتيرة تعملت ونحصلش حاجة يعني الناس دول اللي بيخوفوك ويخلوا هناك تاريخ من الأيد المهتزة لا فيه حاجات كنا فاكرين ما ينفعش تعمل وتعملت وعدت وبقت زي الفن فيش أي مشكلة من الأشياء اللي كنا دايماً بنتكلم فيها المباني الأديمة والحاجات اللي احنا عايزين نتطورها والموظفين والمباني اللي محتاجة يحصلها نوع من أنواع يعني الرقمنة وكل هذه الأشياء هاكوا عارفين في الأولى الأخيرة دخلت مصر على مجمع التحرير ومنطقة التحرير طورتها ومجمع التحرير دخل فيه تحالف عالمي علشان حيحولوا إلى مبنى حديثة فندوقي إداري كل هذه الأشياء ولكن النهاردة حصل حاجة حلوة قوي عجبتني جداً إنه في حد فكر قالك طب ما احنا عالم المبنى ده يتعمل ومعرفش هو مين بصراحة يعني عشان بس ما حدش يقول إيه إن أنا يعني بقى جامل حد والله ما عرف هو مين طب ما نستخدمه كجدار إعلاني يبقى أكبر جدار إعلاني في مصر حضرتك هو في حد هيعمل إعلان على مجمع التحرير قافي مين بيفسي اسم زي الطبل راحت بيفسي النهاردة واخد الوجهة بتاعة مجمع التحرير وإنجازات محمد صلاح مو صلاح إعلان اتدفع فيه كامب مبلغ وقدر وينوت ويا ريت يتبدل بعد شوية بعد بيفسي ييجي كوكاكولا ييجي مش عارفه ييجي ناس كتير تعمل إعلانات ودعاية على أكبر جدار في مصر مزهل يعني شكله جديد وجميل ومفيش إعلان حسن من كده ومفيش حاجة تاخد عين حسن من كده ومفيش تكريم لمو صلاح أكتر من كده ده كينج أو إنجازاته بقى وجاب كم جنود شايفين منظر الميدان بقى حاجة تانية خالص إيه المانح اتخذ كم في المقافة ده مبلغ وقدره تلات تيام هيقعد الموضوع ده كده آه لنو ساهم بمبلغ وقدره وييجي وراء ناس تانية وناس تالتة إيه المشكلة يعني برج دبي بيتعامل فيه كده برج إيفل بيتعامل فيه كده إيه المشكلة بس إيه دايما نادي تكسير المأديف لا 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 إيه وعاو إيه وعاو لا يا عم ما يا باي يا وإيه يا باي فيه وإيه سمعة مصر وإيه المجمع والتاريخ وإنت عارف ده تعمل سارة وحد وخمسين ده اللي بنا الملك ده مش عارف إيه إيه اللي حصل العربيات كلها ماشية شايف المشد وأنا رأي إنه اختيار جميل إنه يبتدي بحاجة مش قبيحة لأنه برضو اللي بيبيع الإعلان ده لازم يبيع إعلان حلو إنت حطت سورة مين حبيب الملايين محمد صلاح وإنجازات محمد صلاح وإسم تجاري محترم مش روحت بقى حطت إعلان قبيح ووحش وبتاعه حاجة جميلة جدا انبسطت جدا من الحركة حركة حلوة عايزين بقى من ده عايزين أفكار زي إيدي بره السندوق يعني مهمة ده كيرو